اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام الآن فقرتنا من خلالها رح نتعرف وإياكم على التغذية الصحيحة والسليمة للأشخاص المصابين بالقرحة الهضمية أو قرحة المعدي وأثر ذلك على تخفيف من حدتها أو عدم زيادة آثارها بشكل عام أو تفاقمها على كل حال ضيفتنا عندها تفاصيل أكثر فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتنا الأستاذة الدكتورة ريمة تيم وهي أستاذة التغذية والحميات السريرية في الجامعة الأردنية أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة إذن القرحة الهضمية أو قرحة المعدي بشكل عام يعني قبل ما نوصل لموضوع التغذية حابة بس من حضرتك تعريف شو هي القرحة وإيش أسباب حدوثها من فضلك هلا بداية أن هي القرحة الهضمية تشمل نوعين قرحة معيدية اللي بتكون بالمعدة وقرحة الاثنى عشر هلا القرحة سببها أحيانا بيبقى أسباب كثيرة بس أهم شيء هاي الأسباب تؤدي إلى زي عملية تحرش الخلايا نفسها بيصير فيها الـ HCL أو الحامض اللي بتفرز المعدة بيزيد هذا الحامض لما بيزيد بيعمل زي تخديش على الخلايا التخديش هذا بيصير زي جروح الجروح تتحول لقرحة والقرحة ممكن تتحول لفتحة والفتحة ممكن تتحول لسرطان إذا لم يتم والتهاب معدي إذا لم يتم السغطرة على سواء 12 أو معدي هلا الأسباب تبعتها عديدة أهم أسبابها اللي هو الناس اللي بتاخد الأدوية المسكينات اللي زي نوع البروفين أو الاسبرين على معدف عضية هذا بيزيد يعني هو كعمل بيزيد من إفراز الـ HCL أو حمض الـ Hydrochloric اللي موجود بالمعدة بشكل طبيعي بيكون موجود عشان هضم البروتينات وهضم الأكل اللي إحنا بنأكله هلا إذا أخدنا هاي الأدوية على معدف عضية بيبدأ إفرازه فلإنه فيش أكل يمتص هذا الحمض بيصير جدار المعدة يتآكل يضعف شوي الخلايا بتبدأ تلتهب فبصير عنا اللي هو القرحة المعدية هلا القرحة المعدية هاي بسببها بالمعدة هلا ممكن من الأسباب الثانية وجود بكتيريا اسمها الليكوباكتر بايلوري أو H.Pylori هاي بتكون مرتبطة بالأكل المطاعم غالبا ومقاومة للمضادات الحيوية وإعلاجها بيحتاج يمكن لثلت أربع أنواع من المضادات الحيوية عساسة مهم يشيلوها نهائي من المعدة فلما بتنشالها من المعدة طبعا بتفرز بعض المواد بنعتبرها سامة برضو لخلايا المعدة وهاي بيؤدي للقرحة المعدية هلا أسباب تاني ممكن تكون التدخين واضح التدخين مع شرب القهوة الكافيين مع النيكوتين بيزيد من إفراز الـ HCL برضو بيزيد من التهابات المعدة وبالتالي القرحة شروب الكحول بشكل مبالغ فيه برضو نحن نعرف أنه هو محرم لكن للناس اللي بتشرب برضو شرب الكحول أول ما بيتم امتصاصه بيتم امتصاص الكحول من المعدة بقيت العناصر الغذائية بالجهاز الهضمي السفلي اللي هو الأمعاء لكن الكحول بالذات يمتص مباشرة من المعدة فالامتصاص هذا بأثر على الخلايا نفسها عندنا الضغوط النفسية المستمرة دائما في ضغوط دائما في ضغوط هذا بيؤدي برضو لأن زيادة بإفرازات المعدة زيادة إفرازات المعدة على معدة فاضية بعمل التحرش أو التحريش اللي بيصير على الخلايا والتهاباتها طبعا الوراثة برضو من العوامل اللي ممكن تكون مساعدة لحدوث قرحة المعدة هلأ الرجال وستات ولا بقولوا الستات أكتر معدة ورجال أكتر 12 ولا الكلام ما إلهوش علاقة هلأ ممكن النسب بتزيد لكن اللي بيكون معرض لهذه الضغوط أكتر أو لهذه العوامل الخطورة أكتر بتزيد نسبه عن الآخر آه بيغض النظر عن الجنسية بس مثلا الرجال بتلاقي إنه الشغل ضغوطه ممكن تكون أكتر فبتزيد القرحة عندهم بالإثنى عشر هلأ مشكلة الإثنى عشر إنه إحنا بنهرف لما نيجي ناكل الأكل تبعنا بنزل المعدة حامضي لأنه المعدة حامض هلأ يفرز إن البنكرياس مادة قاعدية بتعادل الحامض فالإثنى عشر بيكون الجو عندها أو نسميها البيئة البيئة تبعتها بتكون يعني متعادلة يعني اللي هو الحموضة تبعتها بتكون نيوترال مع القلوي فبصير ما فيه إشي يزعج ما فيه إنها هي عبارة عن نسيج حساس نوعا ما هلأ اللي بصير البنكرياس بيبطل يعطي نفس القلوية اللي بتعادل الحامض اللي نازم من المعدة أو الحموضة اللي بالمعدة أعلى من قدرة البنكرياس على معادلة الحموضة فبصير قرحة الاثنى عشر أكتر فعشان هيك الأسباب يمكن تكون شوية مختلفة لكن فيه أشياء متشاركة مع بعض كعوامل خطورة نعم طيب دكتورة هلأ موضوع الاثنى عشر والمعدة هلأ التنين بالجهاز الهضم مزبوط بس فيه اختلاف يمكن صح؟ مزبوط شو الاختلاف يعني نواحي تغذوية الاختلاف كعلاج يمكن الاثنين بيأخذوا نفس العلاج لكن كعوارض أو أعراض المعدة بتعمل نقصان بالوزن الاثنى عشر ممكن يزيد الوزن هلأ الاثنى عشر ليش المعدة؟ إنه روح تبطل ياكل؟ أهى لأن كل ما بيأكل الشخص معدته بتحرقه بصير يعني زي قرصات وحرقه وبقدرش يكمله وبحس وجع بظهره وبسدره فبصير يعني يكره الأكل نتيجة إنه بس آكل حيصير عندي هاي الأعراض فبتجنبها وأحيانا بصير فيه استفراغ فيه غثيان فيه استفراغ حتى منقول زي حبات القهوة المطحونة إذا كان القرحة بالمعدة وبيكون فيه براز غامق لون الدم بنزل فيه إذا كانت اثنى عشر فهي من الأشياء اللي ممكن يفرقوها الاثنى عشر عن المعدة حلأ بالاثنى عشر بس لما بيجي بياكل المريض برتاح فبالتالي ممكن الاثنى عشر تؤدي لزيادة بسيطة بالوزن إنه كل ما باكل برتاح بخفف الحموضة هاي فبرتاح شوي بالمعدة لا كل ما باكل بتزيد الحموضة إنه بزيد إفراز الحامض اللي حكينا عنه وبصير تعرض الحامض للخلايا الملتهبة أكتر فبتصير الأعراض بشكل أسوأ فعشان هي أنا بمتنع عن الأكل فبصير نقصة بالوزن طيب دكتورة هلأ موضوع إنه الواحد ينصاب بقرحة مش موضوع سهل أكيد كل واحد بسعى لعلاجها أكيد في أطباء متخصصين في موضوع الجهاز الهضمي بالتعامل معها لكن في أشخاص كمان بيلجأوا لموضوع إنه كيف ممكن الغذاء يأثر على عدم الإصابة فيها أو إذا الواحد مصاب فيها كيف ممكن يكون الأثار السلبية أخف أو الأثار الجانبي أخف وأيضا يمنع تفاقمها في المعدة كبداية نحن نحكي في أسباب أساسية إذا كان اللي عنده قرحة بمارسها لازم يتعد عنها أول إشي التدخين لازم إذا بيدخن وصار عنده قرحة كل ما بيدخن الحمض بيزيد وموضوع الالتهاب بيزيد إذا بيشرب كحول بده يتوقف إذا بيأخذ الأدوية زي الأسبيرين والآيبو بروفين وهي الشغلات اللي بتزيد من الإفراز برضو الحمض وبتأثر على المعدة أو على 12 بده يتوقف عنها ويشوف بديل مع الدكتور فهذه العوامل اللي هي المحيطة فينا هلأ بس في أسماء دكتورة أدوية أسماء تجارية مختلفة بس هي نفس التركيب نفس التركيب البروفين أو البروفين بيسموها أو بيسموها همي بالإنجليز نانيسترويدا مصبوط هي زي المسكنات مسكنات قوية يبقى ما الدكتور عارفها فإذا الشخص هذا عنده قرحة يقول للدكتور أنه عنده قرحة هل المسكنات هذا بأثر على القرحة أو لا لأنه هذولا بيعملوا حالة أسوأ عند المريض هلأ من نواحي تغذوية طبعا فيه أشياء مشتركة عند معظم مرضى القرحة سواء الـ 12 أو القرحة المعيدية أو بشكل عام يعني القرحة الهضمية هلأ عندنا الأشياء اللي فيها حرق أشياء يعني الأكل اللي فيه الكاري بالزات الكاري الفلفل الأسود الفلفل الأحمر الفلفل الأبيض كلهم هذولا الأشياء الحرقة بتزيد من إفراز الحمض وبالتالي بتزيد من اللي هو تهيج جدار المعدة والخلايا وبتزيد من التهاب فإحنا مثلا نحن أنا حطة بالصنية بعض الشغلات الأشياء الأساسية اللي هو أي شي مطبوخ بالبندورة مثلا فصولة ببندورة بعمية ببندورة أي أشياء مطبوخة ببندورة معظم الناس برضو بتدايقوا منها المقالي بشكل عام بطاطا مقلية البروستي داي كلها الزيت لما بنقالها بيصير هضمه وامتصاصه أصعب فبالتالي مقوثه بالمعدة والجهاز هضمي أطول فبيزيد من برضو إفراز مثلا البتنجان مقال الكوسة والبتنجان والسهرة والفلافل والفلافل الشوكولاتة والأطعم الأشرب اللي تحتوي كمان على الكفايين الشوكولاتة هلأي فيها شوية كفايين الشوكولاتة برضو فيها دهون دهون هاي ممكن تثير بعض الناس عراض القرحة القهوة الشاي القهوة مع التدخين بصير الأثر مضاعف بين التنتين عندنا المشروبات يعني هلأ كل هاي الأشياء محرمات تعتعوني القرحة؟ اللي هم مادول مش محرمات ممنوعات وخار هلأ ممكن فيه اختلفات فردية محرمات بلغة أخصائيين التغذية هلأ أو خبراء التغذية مقيدات هلأ القهوة قلنا هاي شوكولاتة هاي شوكولاتة هاي صلصة بندورة أو كتشب أي إشي فيه صلصة بندورة كتشب هاي البهارات اللي فيها فلفل حراء هاي لنش حليب الحليب هلأ بدي أحكي عنه طيب البطاطا المقلية بعض الناس بتدايقوا من أي إشي فيه نعنق النع فيه برضو مادة ممكن نزيل بالإفراز للحمط والفواكل الحامضية عصير البرتقان أحيانا عصير الكريب الفروت عصير هاي شوكولات كلها يعني كل هدولة بيأثروا بيأثروا أشياء سلبية بشكل سلبي طيب هلأ أخيار وطحينية هايضا هلأ أخيار وطحينية هدولة هدول أشياء ممكن نخفف فيهم القرحة يعني هلأ من الممارسات هم مش معمول عليهم دراسة علمية واضحة لكن بعض الناس إذا مثلا بيأكلوا خيار بحسوا بارتياح ممكن نخيار بشوي بيمتص الحموضة هاي الموجودة بالمعدة أحيانا الطحين لما بيأخذها بتعمل زي طبقة عازلة ما بين الحمض وما بين جدار المعدة فبتخفف برضو أول ما يأخذها سواء اللي عنده التهاب بالمريء اللي هو الارتداد المعوي المريئي بصير أو اللي عنده التهاب بالمعدة بس يأخذها بحس بارتياح آه بتشكل عازل ما بين المادة الحامضية آه والجدار أو الخلايا المرتهبة هلأ بتنزق هي شوي أيوة بتنزلت بشكل تدج لابتنا معلقة كبيرة بس ننزل بأنه هي فيها سعرات يعني يعني هي بالأخير زيت فيه برضو اللوز بعض الأحيان الناس بتقولك إذا باكن اللوز ناشف اللي هو اللي قبل ما نسلقه ونقشره ونقليه الرو اللي هو الني بيساعد برضو على امتصاص هاي العسارة وبيخفف منها هاي بعض الممارسات اللي ممكن تساعد في التخفيف هلأ هاي ممارسات احنا شفناها على ناس على مرضى لكن لم يعمل عليها دراسة علمية فهو البني ألم نفسه يعني من تجربة هلأ مظبوط في ناس كتير وأنا واحدة منهم جربت موضوع الخس والإخيار إذا بيصيبك حرقة مثلا كتير بيريحوا بس ممكن مع غيرك ما تزبط بس هي بشكل عام ضبطت مع أكثر من شخص إنها فيها مادة بتهدي الحرقة أو بتهدي أو بتريح المعجة هلأ كمان في شغلة احنا دايما منقول في قائمة لمرضى القرحة المعوية بدي شوف بسمها هذا والله الإشي بتعبني سبانخ هذا مثلا فيه ناس كتير تتعب من السبانخ فيه ناس تتعب سبانخ نوعا مع برضو حامضي فيه ناس تتعب نبطيخ لما بتاكلوا فهي مش أشياء عامة لكن ممكن تحدث عند بعض الناس بدي إحنا كل واحد يشوف شو طبيعة الأكل اللي بدايقه شو بيريحوا والحليب الحليب هلأ فيه كتير ممارسات إنه بس ناخد الحليب بيخفف شوي هلأ بيخفف أولها لكن ترجع القرحة بتزيد لأن الحليب بيحتوي على كالسوم الكالسوم بعادل حموط المادة لكن أحماض الأمينية موجودة فيه البروتينات بتزيد من إفراز الحمض لاحقا وبتزيد المعدة آخر نقطة بس إنه لما ناكل ناكل وإحنا قاعدين ناكل بجو هادي وما نتمددش أو ما ننامش إلا بعد بساعتين من الأكل إنه هذا كله بزيد من إفراز الحمض شكرا دكتورة وحيل الواحد يفهم مرضه ويفهم كيف يتعامل معه حتى ما يعني يأزي أنا بدي أشكر حضرتك الأستاذة الدكتورة ريمة تيم شكرا جزيلا لحضرتك ولكل اللي عندهم قرحة في المعدة